و سمعت أحد العلماء يقول المرأة إذا ما حنت على أولادها لا ينظر الله إليه أمت الله بارك الله فيك بدل ما نخوض في التفاصيل و كذا مدام أن هذا الولد أتاكي و اعتقد بأنك سامحتيه يعني كان الواجب و أنت الأم الحنون الرؤوم اللي ترعفين بي الولاد و اللي تتنازلين عن كل حق لأن الأم دائما يعني الأم و الأب دائما ينزعون إلى جانب الرحمة و جانب العطف فكان الواجب أنك يعني تسامحينه يعني ما دام أنه أتى و طلبك و واضح أنه محتاج إليك و سيبقى محتاج فالواجب أنك سامحتي و عفوتي عنه بارك الله فيك يعني إلا إذا كان هناك شيء كبير مأثر على يعني نفسيتك و حياتك كنت أتكب أخطاء كبيرة معك نعم لك الحق الكامل و هو يبقى عاق والعياذ بالله في مثل هذه الصورة و الواجب عليه طبعا أن يسقط عند قدميك و أن يطلب رضاك و أن يستسمح منك و أن يطلب الحل لكن عموما هذا الحديث أنا ما أعرفه ترجمة نانسي قنقر